طبعا هذا أيضا بحث أو معنى صح تأليف سمى صاحبه فقه المعاملات المالية المعاصرة وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور سعر بن ترك الخثلان العالم نشهر عضوهاية أكبر العلماء وهو قال في هذا الكتاب طبعا الكتاب من إصدارات دار الصمع النشر والتوزيع هو قال أن المعاملات المعاصرة المالية المعاصرة كثيرة جدا وهو عنده مشروع أصنى في الكتابة في العمومة يعني في عائل صياغة الفقه حتى يتناسب مع لغة العاصرة الجديدة بحيث سويا سهلت على الناس قال لكني بدأت به لإحاجة الناس إليه وفأفرد المعاملات المعاصرة فقط شوف ثقه المعاملات المالية المعاصرة وأوردها على طريقة التأليف ولا على طريقة الطروحات والمناقشات فيأتي إلى المسألة المعاصرة قضايا البنكية كلها يعني وقضايا التورق وقيرها وكذا وقضايا من الأشيال فيها معاملات مالية جاء إليها وبدأ يتكلم عنها عن طريقة التأليف تعريف ثم استدلال ثم القول المسألة وتصويره هو حرص جدا على تصويره تصوير دقيق بأبسط عبارة حتى يفهم المتلقي ثم بدأ يذكر لك إن كان فيها خلافه وركز بالذات يقول لك فتاوى المجامع العلمية وهيئات العلمية حرص عليها جدا وبيع يشرحها للناس ويستدل لها ويذكر القول الراجع فيها كلها الحقيقة الكتاب يعتبر من أسهل وأميز الكتب في صياغة أو معرفة المعاملات المعاصرة مع أنه هو يقول حتى ما استوعب وقطعا هناك معاملات ظهرت بعد ما ظهر الكتاب وسيلحق إن شاء الله بطبعة ثانية